نبدأ بسم الله وبالصلاة على رسولنا الكريم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم وفيديو جديد من مطبخ السبع بوهرات إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة هنعمل الكرشة بطريقة سهلة وهقولك إزاي تغسليها بطريقة تخليك تتخلص من أي ريحة فيها ناس كتير ما بتحبش تاكل الكرشة بسبب راحتها هقولك إزاي تتخلص من الريحة دي بمكونين اتنين بس بتعامل نشوف الطريقة بتجيب الكرشة كده بتجيبها من عند الجزار بتكون متنظفة وجهزة ما شاء الله بتيجي جهزة بعنطقتش يا حد بقى بينظف الكرشة الوقت في البيت كل حاجة الوقت بتيجي متنظفة وجهزة ما شاء الله بكل سهولة طبعا بتجيبها من الجزار بتكون قطعة واحدة أو متقطعة لحسب ما انت بتطلوب من الجزار أهم حاجة بتعيد عليها تنظيف تاني بتخسلها كويس ولو في أي قطعة كده غمقة بتشيليها بالسكينة ولو في دهون برضو زيادة حابة تشيليها بتشيليها ولو انت جايبها قطعة سليمة قطعة سليمة أو كبيرة بتقطعها كده على قد كف اليد كده قطعة تكون كبيرة شوية علشان برضو بتكش معاك لما بتيجي تسلوئيها تعالي بقى ننظف الكرشة بتاعتنا طبعا بنخسلها في البداية بمية مرة واثنين وثلاثة وبننظف الكطعة اللي هي فيها بالسكينة زي ما قلت لك ومعايا معلقة كبيرة من الملح أو معلقتين ولمونتين كبار بتاخدهم كده تعصرهم على الكرشة واهم حاجة بقى بتاخد قشر اللمون كده بتحطيه في الملح زي ما انت شايفها كده وبتحاولي تدعاك القشرة كده بالملح كويس بتشمي بقى ريحة بتطلع كده من قشر اللمون وهو ده بقى اللي هيخطيه عليك اي زفارة من الكرشة او اي ريحة غير مستحبة في الكرشة وطبعا كمان لو انت جابة كرشة بتاعتك في البداية طازة وجميلة وما فيش فيها اي ريحة ان شاء الله مش هتتعبك خالص في التنظيف بقى اللي بقى الكرشة بتاعتي كده في الملح واللمون وبسيبها كده تقريبا عشر دقايق في المحلول ده وبعد كده باخدها برضو وبخسلها كويس جدا مرة واثنين وثلاثة وتشمي بقى كده ريحة القطعة كده تشوفي فيها لو فيها اي حاجة بتعيدي الخطوة دي تاني بتحط ملح ولمون تاني وبتدعكيه كويس وبترجع تشطفها بالمية مرة واثنين طبعا مش هالله بتبقى زي الفل زي ما انت شايفة كده شايفين مش هالله المية بتاعتها ريئة وصافية وجميلة معايا حل على النار فيها مية مغلية وبحط فيها معلقة كبيرة من الخل كمية المية تكون كافية ان هي تغطي كمية الكرشة اللي معاك بنزل بقى بالكرشة بتاعتي كده واحدة واحدة وبسيبها تغلي لمدة عشر دقايق في المية دي بكون في الوقت ده حط حلة تانية على النار فيها مية برضو بتغلي بوريكي ازاي قطعة الكرشة بدأت تكش وتصغر معانا عشان كده بقول لك بيحاولي تونتي بتقطعها تقطعها كبيرة شوية بعد مرور عشر دقايق في المية اللي هي في المرة الاولى دي باخد الكرشة كده بصفيها وبحطها في المية اللي بتغلي في الحلة التانية بكرر الخطوة دي مرتين عشان اتأكد ان ريحة الكرشة تكون حلوة ما يكونش فيها اي ريحة مش مستحبة بسيبها برضو تغلي لمدة عشر دقايق تانيين في المية الجديدة وفي الوقت ده بحط حلة تانية على النار اللي انا بقى عمل فعل سوي فعل الكرشة بحط معلقة من الزيت ومعايا حبهان ومستكة بحطهم كده في الزيت لمدة ثواني لحد اما المستكة بتاعت يتدوب وبنزل ببسلطين كبار واربع او خمس فصوص توم بحطهم كده لمدة ثواني برضو وبنزل بكرشة بصفيها من المية وبحطها كده على البصل والمستكة والحبهان ما شاء الله الكرشة بتاعتنا نظيفة وجميلة وبيضة زي زي ما انت شايفها كده في الفيديو معايا كمان ورقتين لورة ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود المجروش خشن معايا طماطم وكرافس وجزر بحطهم كده في المية وبزود كمان مية مغلية في الوقت ده لو ظهر اي كمية ريم كده من من الشربة كده ببدأ اشيلها كده بالمعلقة بهدوم بزودها بقى كمية المية اللي حاسبها تستوى فيها وبهدي النار وبملحها بحط معلقة كبيرة من الملح حاول تشيلي اي كمية ريم بتطلع كده على الوش بغطي الحلة بتاعتي وبهدي النار وبسيبها تستوى على نار هادية تاخد وقتها حاولي ما تعليش عليها النار عشان الشربة بتاعتك ما تتبخرش وتضطر ان انت يتزوديها مية كتير استوت ما شاء الله وبقى زي فل بتاخد وقتها بتاخد وقت شوية في السوى الكرشة بتاخد حوالي ساعتين او ساعتين ونص على حسب سنها بعد ما بتستوت تمام وتأكد انها استوت بجهز بقى الصلصة بتاعتي اللي حط فيها الكرشة حطي تحل فيها شوية زيت على النار بيسخنهم وبنزل لمعلقة كبيرة من التوم احمرها شوية وبحط معلقة صغيرة من الكزبارة الناشفة وبكون مجهزة نص كيلو من عصير الطماطم بضربها في الخلاط وبصفيها بمصبة وبحط كمان فلفل اخضر متقطع مكعبات صغيرة وفلفل احمر ومعلقة صغيرة من التوم الناي وبملح بملح وبسيب السوس بتاعي تسبك شوية على النار ما شاء الله الصلصة دي طعمها جميل جدا نعملها بالطريقة دي حتديك طعم جميل جدا جدا للصلصة حطت كمان رشة من الفلفل الاسود ورشة من الكمون والكرشة بتاعتي اه دخلت خلاص في السوى بتاعها بقت مستوية ومشاء الله استوت تماما باخدها كده وبحطها بقى في الصلصة ولو انت حابات تقدميها كده في شربة كده ما شاء الله طعمها رائع جدا جدا او ممكن كمان تحمريها اه في معلقة من السمن البلدي بس اخد بالك انها بتطرتش اه كتير اه هو انت بتحمريها فحاول تغطيها او تغطي الطاصة اللي انت بتحمري فيها الكرشة بتقدمها بالطريقتين او تلت طرق دول ما شاء الله في كلتا الحالات جميلة جدا طالما غسلتيها ونظفتها كويس ما شاء الله طعمها جميل جدا جدا معايا بقى مكون اخير لو حابت تحطيه او تستبعديه ما فيش ايه مشكلة معايا كوباية من الحمص الحمص ده منقوع اه لمدة ليلة كاملة وبعد كده بتسلقيه في مياه لحد ما يستوى كده تماما وبتحطيه كده في المرحلة الاخيرة وبتسيبه يغليه مع الصلصة والكرشة اه شوية كده لحد ما ياخد من طعم الصوص الجميل ده ان شاء الله الصوص بتاعنا تسبك وبقت رحتها وطعمها جميل جدا جدا زوديها بقى على حسب ما انت عايزة سمك الصوص بتاعها يكون تقيل او خفيف بتزوديها وبتقدمها بألف هنا وشيفة من شاء الله الطريقة جميلة جدا هتعجبك لو الفيديو عجبك تنسيش تعملي لايك للفيديو وتفعلي الجرس وتضغط عليه مرتين عشان يوصلك اشعار بالفيديو الجديد ان شاء الله واسبكم في امان الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته